في الساعة الثامنة من مساء يوم الاربعاء وصل رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد الى بكين على متن طائرته الخاصة يذكر انها الزيارة التاسعة التي يقوم بها مهاتير محمد الى الصين كرئيس للوزراء وقبل زيارته الى الصين قال مهاتير محمد في مقابلة له مع وسائل الاعلام الصينية انه يأمل في ان تعزز زيارته هذه العلاقات الثنائية وكعدو مهم في الاسيان تعد ماليزيا واحدة من اوائل الدول التي دعمت مبادرة الحزام والطريق وشاركت فيها وفي عام 2017 وقعت حكومتاء البلدين مذكرة تفاهم بشأن التعاون في بناء الحزام والطريق وفي العام الماضي عندما اجتمع الرئيس الصيني سي جينبين مع مهاتير محمد في بكين شدد على انه يجب على الجانبين اتخاذ التشارك في بناء الحزام والطريق كخط رئيسي وتعزيز التعاون العملي الثنائي في العصر الجديد واشاد مهاتير محمد بمبادرة الحزام والطريق باعتبارها فرصة كبيرة لربط الشرق والغرب وتعزيز التنمية والازدهار مشترك للمنطقة مضيفا انها ستفيد العالم باسره وفي الساعة الحادية عشر وعشر دقائق من مساء يوم الاربعاء وصل رئيس وزراء المجري بيكتور اوربان الى بكين على متن طائرة خاصة وفي يونيو عام 2015 وقعت الصين والمجر مذكرة التفاهم بشأن التعاون في بناء الحزام والطريق مما جعل المجر اول دولة اوروبية تؤكد مشاركتها في مبادرة الحزام والطريق وفي مايو عام 2017 حضر اوربان الدورة الاولى لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي وقام بزيارة رسمية الى الصين وخلال الزيارة قرر قادة البلدين الارتقاء بالعلاقات الثنائية نحو شراكة استراتيجية شاملة جدير بالذكر ان المجر تقع في وسط اوروبا وتتمتع بميهزة جغرافية كمركز للنقل في وسط وشرق اوروبا وصرح اوربان مرارا وتكرارا بان الصين مفتحة على اوروبا من خلال مبادرة الحزام والطريق وذلك يتوافق مع استراتيجية الانفتاح على الشرق بالنسبة لبلاده وفي الساعة الثانية عشر وثلاثين دقيقة من صباح يوم الخميس وصر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الى بكين على متن طائرة خاصة هذا وقام السيسي الذي تم اعادة انتخابه كرئيس لمصر في يونيو الماضي بعدة زيارات الى الصين منذ توليه منصبه في عام 2014 وتعتبر مصر اول دولة عربية وافريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين وفي ديسمبر عام 2014 اقام البلدان شراكة استراتيجية شاملة وتتوافق مبادرة الحزام والطريق مع الحزام الاقتصادي لممر قناة سويس الذي تروج له مصر فتخلق فرصا تاريخية للتكامل استراتيجي بين البلدين هذا واشاد السيسي بمبادرة الحزام والطريق قائلا انها فرصة مهمة لنهضة مصر وان مصر مستعدة للمشاركة فيها ودعم بنائها بشكل نشط اشتركوا في القناة موقع